السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما سأقول له اغماركم ايه يا ربكم كويسين وفي احسن حال معكم زمانكم امام محمد فرق ربع انا شرح نهاردة التوتورية الفيسيولوجي ان شاء الله يعني يكون زغير كده وبسيط معذرة ان لو السلطة يبقى في مشكلة بقى الباردو كده قبل نبدأ بس نزال زمانين بالرحمة والمغفرة وان ربنا نحكم بهم على خير وصبر اهلهم طيب احنا عنوان التوتورية الايه هو ممبرين ترانسپورت هذا العنوان الكبير متاسم توتوريالين يعني فيه توتوريالين من نفس العنوان توتوريال النهاردة وهو سناخذ وصقي منه الذي هو بسيط الترانسپورت ومش ناخد هذا هو سنعرف ماهد الوقت وتوتوريالي الثاني هيبقى بلو علاقة اكثر بل وماني اكثر سوانا ايه ممبرين ترانسپورت اول حاجة ميمبرين احنا انتو عارفين ان الميمبرين ده اصلا عبارة عن طبقتين فسفلوبت يبقى فسفلوبت بيلير بيبقى عين فيه شوية بروتين وكربوهيدريت وكده من ضمن البروتين ده اللي هو بيبقى انتجريتة بروتين اللي هو بيبقى في المص بيبقى في اسم بقى الكانال والحاجات دي كلها هنعرف دلوقتي وزفتهم كل حاجات دلوقتي تمام تمام على الاطراف اللي هو بيرفير اللي هو يعني ايه بيبقى جيدة بالانزيم كما واقفت هناك او هنا بيبقى الرسبتور من بره او من جوة من دولا ومن جوة بيبقى انزيمات تمام حاول نضط هذه القواعد ايه هترايحنا بقى الطريا الطريا الان احنا اقسم الميمبرين الترانسبورت احنا اقول الوقت ان ترانسبورت انا اريد انقل حاجات من جوة لبرة او من بره لجوة لكي نتفعل شيئا نريد أن نثبت معلومتين صغيرين أول واحدة أنا أريد أن نقل صح مميزة للتعاملات التي تتم في الجسم الإنسان تكون محتاجة طاقة فالأساس بطاقة هناك تعاملات التي تتم من الطاقة وثمانات التي تتم من الغرف طاقة سأقسمي نوعين الكبار سنقسم كذلك تقسيمة ولكن نوعين الكبار لهم سأسأل سؤال قبل أن نقسم هل أنا محتاج طاقة أم لا؟ سأقسمي معينة سأقسمي من الداخل أو من الداخل أو من الداخل أين كان هل أنا محتاج طاقة أم لا؟ على أساس جواب السؤال سأقسمي التقسمي الكبير وهو باسف أو اكتف تمام؟ تمام دعنا نرسم رسمة سأتوضح معنا قليلا أنا مثلا لو عندي ومليت هنا سأقسمي ماء ماء تمام؟ نحن تفكرنا كده بتفكرنا هل لو أنا عايزة الماء اللي هتتنقل هتتنقل من هنا ده ايه مثلا؟ وده بي هتتنقل من ايه لبي؟ ولا من بي لإيه؟ الطبيب المنطقي اللي هتتنقل من ايه لبي؟ ده ما قمتك ليك؟ عشان هتقولي هنا فيه تركيز كتير او ماء كتير هتروح من عدية كده بسهولة بسهولة ومن غير اي مجهود لحد بي صح؟ لحد ما متنقل انما فكرة اللي أنا لو فيه مادة هنا معينة مثلا أنا عايزة مثلا هنا كده بالأساس اللي هنقسم معنام التقسمات الكبيرة قبل حاجة سأل سؤال هل أنا محتاجة طاقة ولا مش محتاجة طاقة؟ الثاني سؤال هل أنا بمشي من تركيز عاليه لتركيز قليلة ولا من تركيز قليلة لتركيز عاليه؟ والتنين لو المنطقة بعض يعني أنا مقلت لكم الشيء هل أنا حقيلون من A لبي؟ هل أنا حقيل WinB حِل أنا حقيلة طاقة لماست anhلا؟ طبعا لأ إنwe person b مش محتاجة طاقة في losappions هذا النوع اللي هستخدم這一 det! لو أريد أن الحاجة من بي لإيه؟ مش دي أنا محتاجة طاقة؟ محتاجة طاقة عشان أشد من هنا اللي هو الجزء أصلاً تغير عكس تركيزها عشان أروح لإيه؟ نفس الفكرة تانية يعني مثلاً لو أنا معي إيه؟ يعني مثلاً لو فوق على كمة جبل مثل وأنا معي حجر كبير هل أنا مشاناً لو سبت الحجر ده هينزل بسهولة أو التحت؟ هل أنا محتاجة أزقه؟ أو أمس المجهول فيه عشان ينزل لتحت؟ لا مش محتاجة فأنا أولاً مش محتاجة طاقة له ثانية حاجة اللي هو نزل من التركيز عالي اللي هو كمة الجبل لتركيز أولي اللي هو قاع الجبل نعكس بقى نو أنا معي حجر تحت أنا في قاع الجبل تحت وعايز أطلعه الفوق مش أنا هبتدي أبذل مجهود وطاقة وأحرق حاجات كده عشان أبتدي أطلع بها الفوق يبقى إما بعمل من تركيز أولي لتركيز أعلى ده بحتاج منه توقف التركيزات أو فرق التركيزات دي اسمها كونسنتريت جريديينت فرق التركيزات التركيزات دي ممكن تكون ضغط يعني مثلاً ضغط قليل هروح لضغط عالي ضغط واطي ضغط مثلاً برجر أو ممكن تكون كيميكال حاجات كميائية ومواد كميائية مش عارفة إياً من كيميكال من هنا إلى هنا ممكن تكون الكتريكال الكتريكال ده شحنات يعني مثلاً الموجب ينجذب للسالب هل الموجب محتاجة طاقة لتنجذب للسالب لا ينجذب بسرعة إنما لو أنا مثلاً سالب وسالب بيحصل بينهم تنافر فعشان أزقهم لبعض أو أخرجهم أو أدخلهم أي إن كان لبعض أحتاج طاقة عشان أقصب عليهم عشان هما أصلاً طبيعتهم التنافر تمام؟ تمام يبقى إحنا قلنا حجرة الأساس بتاعنا اللي إحنا هنزقل سؤالين هل أنا محتاج طاقة ولا مش محتاج طاقة تاني حاجة هل أنا ماشي مع التركيز ولا عكس التركيز وقلنا أدام أنا ماشي مع التركيز من التركيز unaعلى للتركيز الأقل أنا مش محتاج طاقة إنما لو عكس التركيز من التركيز الأعلى للتركيز الأعلى كده أنا بحتاج طاقة تمام؟ تمام asting بقى لفعوم التواتroalyll تمام بس dif t exposure الإسمي ثاني ال Surfian Prep aparation هذه الخ limwall من كلامنا ما قد كده what来た unity انتشار. طب الانتشار ده. هل انا كده محتاج اطاقة? هل بفكروا كده الانتشار ده محتاج طاقة? لا. يبقى هو اللي مش محتاج بلو طاقة. وبالتالي انا ماشي مع التركيز. تمام? تمام. طب الاكتف انا بحتاج لو طاقة وكل ده. تمام? تمام. العنوان اللي بتاعنا النهاردة هقال له علاقة اكتر بالاكتف ترانسبورد. انما الاكتف ده تنطرين التاني. تمام? تمام. يلا. نبدأ بقى. اول حاجة هنعرف. احنا شرحناه فعرفناه. هو الباسل ترانسبورد ده او الدفيوجن. حبارة عن ايه? التس الترانسبورد. هو نوع من انواع النقل او حاجة هو نقل. تمام? تمام. افصل الصانت. مادة معينة. اكروس. سيمي بريميبل امبريل. هو من الخصائصه. اللي هو شبه نفاز. يعني مش نفاز. مش عنده نفاز عاليه قوي ومش مسمط خالص. لذا ما ما فيش حاجة تعد منه. هو ايه? سيمي. هو في النص مابين. ماشي? ماشي. داون. داوين دا معناها معي. يعني مع pine tea دي. او من الذين يعطي لك داون في الجون. او ممكن نجبلك الوجس. او ممكن نجبلك. مع التركيز اللي هي نوع زي ما انا قولك من قليل النوعي اrage فهو تقوم بحاجات كميائية فرق مع الخط سنقل مادة معينة سنقوم بحاجات كميائية سنقوم بحاجات كميائية لا تقوم بحاجات كميائية يقوم بحاجات النقل او النقل بتاعي سواء كان الحاجة دي ستأثر علي بالاجابة او بسلم يعني حاجة علاقت بيها ترضية يعني كل ما تزيد انا هزيد لاما علاقت بيها هكسية كل ما تزيد انا هقل مهم ان احنا نعرفهم عشان لو جي سؤال ريتم او لو جي سألوا ام سيكيو مثلا هيقول لك كل دول دايريكت مثلا بروبوشن دايريكت ترضي معادة ايه اول حاجة هنقول للحاجات الترضية اللي بتتناسب ترضي معاها اول حاجة اول حاجة التركيز نفسه يعني ايه التركيز؟ التركيز دا هيأثر علي طب هيأثر علي طرق ترضية او العكسية؟ لا طبعا ترضية كل ما زود التركيز كل ما سهول تنقي هتبقى اسهل يعني مثلا واحد عندي خمسين سبسنس مثلا جوه عايز اخراجهم بره تركيز بره قليل تركيز بره مثلا خمسة مش كده انا هخرج بسهولة اكتر عكس ما يبقى انا تركيزي جوه خمسين وبره خمسة وربعين اه انا تركيزي اكبر من بره بس اكبر من نسبة قديه فكل التركيز كل ما زود التركيز اكتر كل ما انا الترانسبورت بتاعتي او النقل بتاعتي هيبقى احسن وافضل واسرع وكل حاجة تمام تمام يبقى علاقة ايه؟ طردية يبقى سواء كان بقى كيميكا او الكتريكا او بريجر حلو حلو ثاني حاجة الممبرين نفسه بعض الاعضاء اللي عندنا الممبرين بتاعها او سطح الخلايا بتاعتها مش نفذ قوي مش كل حاجة معدية ممكن امتصها عادي مثل البريم مثلا في البريم اللي هو بلود بريم برير مش اي حاجة تعديها في حاجات تانية متعديها وفي حاجات لا فالنفذية مش عالية اوى فكل ما تكون النفذية بتاعتي اعلى كل ما نكون نفذية من بريم بتاعي اعلى كل ما اكون انا سهل النقل سهل ادخل وخرج منه كل ده تمام؟ تمام طيب يبقى ده يأثرلي بالايه؟ بالايجاهة تمام ثانية حاجة كل درجة الحراجة تزيت كل منا اعمل شغلي احسن او الجزائيات اصلا تتحرك احسن يعني انت ما تحط ماء على بتجهز مثلا مش بتغنيه الجزائيات بتتحرك فحركة الجزائيات هتبقى احسن فبالتالي انها هنقل اسرع واحسن بس خلي بالنا ان التوميريشل لما يزيد لازم يزيد الزيادة محددة يعني ما ينفعش مثلا درجة حرارة الجسم تبقى 41 اقول لك اه دا حلو للبس في ترانسوبرت مثلا او الترانسوبرت بتاعي لا اجهزة الجسم هتقف اصلا وعند 41 دا او يزيد درجة الحراجة المما بتزيد بتزيد الحركة بتاعته كل حاجة بس زيادة معقولة برضو تمام تمام دي تارت حاجة رابح حاجة الليبت سولوبت الليبت سولوبت الليبت سولوبت سبستنس نفسه احنا عندنا ان المنبرين احنا استقنين المنبرين انا داكو هاقوله برضو تانين المنبرين يبرا عن الفوسفولوبت اغلب وليبت فانا عايزة اعرف بقى المادة اللي انا هنقلها دي هل هي بتدوب في الليبت ولا هتدوب في المية ولا هتدوب كدا ففكرة ان سابستنس اللي بالنفسها هي ايه ده بيساعد معي برضو تمام تمام يعني مثلا بعزم يعني كم علومة دلوتي يعني بعزم المنبرين فوسفولوبت فلما يبقى المادة اللي معايا بتدوب كمان في الليبت هتتنيل اسرع ولا مش هتتنقل 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 احسن امش هتتنقل هتتنقل احسن ما تكون واحدة مش بتتنقل في الدهون مثلا المادة لا تزوب في الليبت سنعود لها قصة إنما المادة ستعد بسهولة السيرفزقرية بتاع المنبرين نفسه مساحة المنبرين نفسه المساحة اللي همتص فيها سيرفزقرية بتاعي لو قدي كده الدكتورة في السيرفزقرية بتاعها كبير خالص هي قومة الفوفة على بعضها بس لو فردناها هلاقاها كبيرة جدا طويلة مثلا توصل الأمطار هل ده أحسن ولا أنها تبقى صغننة طبعا كبيرة كبيرة هتمتصها أكتر هتمتصها أكبر عدد ممكن يعني أنا مثلا مدياك عايزنا السيرفزق معين في جزء صغير يعني كده عندنا دي وكده مثلا اللي امتصص هنا أو أنا عندي هنا مثلا من 20 20 20 جزء عايز انتصصوا وهنا عندي 20 30 20 20 20 20 30 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 31 31 32 32 32 30 31 32 32 33 33 34 35 35 35 35 كل ما تكون احسن كل ما ده هيحسن الترانسبورت اكتر كل ما تكون سيرفس ارية اكبر كل ما هيمتص جزئيات اكتر ههدي فرصة للمتص اكبر نجي بقى الحاجات اللي هتتنسب عكسي الحاجات اللي موجودة تتنسب عكسي الموقر الهرويات انتو بخيالكو كده انا لما انقل حاجة صغيرة ولا لما انقل حاجة كبيرة انقل الجزئ صغير ولا انقل جزئ كبير انا اسهل ليه واني احسن ليه طبعا انت صغير صغير ده احسن كل ما يقبر حجم الجزئين نفسها كل ما هيبقى عندي صعوبة اكتر في النقل فعلاقتها ايه بالترانسبورت لا هو انفيرتور الهو ده انفيرتور البروشن ده اللي هو علاقة حكسية كل ما تزيد كل ما بقى قل حاجة كمان اللي ممكن يأثر علي بالسلب في موضوع الترانسبورت ده السيكنس بتاع المنبرين نفسه كده لو عندي ما ينبرين نفسه السيكنس بتاعته او التخن بتاعه كده ده الملوك اللي اصلا على ما بيعدي ده كله هاخده قطة طويل على ما يعدي من يومات تانية ولا ان السيكنس بتاعي يبقى قليل لا السيكنس بتاعي يبقى قليل بقى احسن كل ما زودت السيكنس كل ما اثر بالسلبة اكتر على البسف ترانسبورت يبقى عندي حاجتين بتأثر بالسلبة او تعالي علاقة عكسية بينه و بين البسف ترانسبورت اول حاجة الميكرو رويد اللي هو الحجم الوزن بتاعي كل ما كبر كل ما قال البسف ترانسبورت بتاعي او اثر عليه بالسلبة نحفظهم بقى عشان لو جيت سواء ريتن او امسكيو وما بيجيب في اكتر بكتير بس برضه عشان لو جي ريتن اه هو غالبا ممكن يجيب لك يعني ده ريتن فعشان لو جي ريتن تبقى انت عارف تمام تمام احنا قسمنا التقسيمات الكبيرة خالص اللي هو اكتف وباسف تمام تمام نيجي بقى الباسف انا معايا باسف اهو اللي حين اتفقنا ان الباسف لومستين ان هو من غير طاقة ما بيحتاجش طاقة تاني حاجة ان هو بيمشي مع التركيز اللي هو ايه تمام 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 الباسف ده بقى قسمون لنوعين اتنين كمان ايه هما حاجة اسمها سيمبل ديفيوجن ده ده ابسطهم اصلا سيمبل ديفيوجن ده ابسط انواع لترانسبورته خالص خلاص ده ما فيش ده البسيط خالص تمام تمام احنا عشان اصلا نقسم تقسيمة لازم تبقى على حسب حاجة ما هو اكيد حاجة جديدة ظهرت عشان كده قسمت لاما كده انا اما لو ما كانش فيه جديد ما كده وكلها هيبقى بسف وخلاص قسموها جديد الحاجة الجديدة اللي ظهرت ده ايه هو الكارير هل انا محتاج شيال يشيل معي ولا مش محتاج شيال الكارير ده هو شيال هو اصلا نوع من انواع البروتين هو بيشيل وظبط لانا اشيل بس رايح جاي اشيل المواد على كده ورايح جاي تمام 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 هل انا بقى محتاج شيال ولا مش محتاج محبب بكم يتخيل انه سيمبل دافيشين يطلب احد تركيز صحيح صحيح محبب بكم انا عندي هنا مثلا صبستنز معي هذا صبستنز بتاعي او ما يجي يدخل هسأله حاجتين هل انت محتاج تقر او مش محتاج لا انا مش محتاج تقر يبقى انت بسف حاجة كمان هسأله ايه انت مع التركيز بلا ضد التركيز لا انا مع التركيز خلاص احنا عرفنا خلاص انت بسف هل اسأله بقى انت نوعك ايه يعني ايه نوع ايه هل انت بتزوب في الليبد يعني انت لبد سولبل ولا لبد انسولبل بتزوب او ما بتدوبش لو قل بادوب خلاص يبقى انت تمام اتباش انت بتدوب تمام عدي من هنا احنا قلنا السير في الممبرين نفسه عبارة عن ايه فوسفو لبد اغلبه لبد الجزء ده لبد انما الالتشانل الموجودة هنا ديان هي اللبروتين تمام تاني يفقى ايه انت بتدوب في اللبد اه بادوب خلاص عدي اتنقل اتنقل خلاص تمام هيجي واحد تاني يقول لك ما والله انا مش اه انا مش بدوب في اللبد خلاص تمام انت مش بتدوب في اللبد ااء احنا عندنا انا ا confinement انت انا وقتدمấy لبد انا أعديك برضه يعني انت المنتب qualche اضب Table لا انا عديك برضه عندنا هنا فeryBlue عبارة عن اي عبارة عن� فتحاءات كجburة البرتيني لكن تبقى فتحاءات تمام لن بربدي Nasıl ححبك انته لا شيء بمايت ہے فهن المياه دي مش أنت ما بدفش فالليبد ها قل لي اه نبدوش فالليبد بتدف المياه؟ يقول لي اه نبدوش فالليبد تب تمام عدي يا عم بس سواني قبل ما تعدي هو انت حجمك صغير ولا وزنك كبير انت اكبر و الله صغير ؟ هيقول له صغير صغير ؟ تمام عدي انت مش محتاج حاجة هتفهموا ليه دلوقتي ما بعد شوية انا ليس قالتوا انت صغير ولا كبير انا اول ما يجي لي سبسطنس هين هتحدثين انت بتدف اللبد ولا بتدفش سيقول لك لا انا ما بدوبش خلاص يبقى انت وتر صلوبر بس سواني هم انت صغير ولا كبير سيقول صغير اذا ما صغير عد فريتشانل فريتشانل وده اللي هو عايز قوله لك هنا يبقى السمبل ديفيوجن هو ديفيوجن ديفيوجن معناه ان هو مش محتاج طاقة وكمان مع التركيز لان تزود نيد كيران ليس محتاج شيائر يعتبر ستتنيقل في السمبل ديفيوجن هو سليبل سوبيستانس سليبل سوبيستانس سليبل سوبيستانس بس aisle دف الماء مثل الايونات وهنا كم الاكسجين سلها الاكسوجين ستنقل على كتريق اول حاجة المنطقة الليبت المنطقة الليبت المنطقة الليبت مثل الاكسوجين والفاتي اسد والجريسرول واليوريا المنطقة الليبت المنطقة الليبت كوني المنطقة الليبت ما هرد زانية المنطقة الليبت يعطي افضل المنطقة الليبت سيعطي به المنطقة الليبت المنطقة الدكتور هاد سيعد منه هل هناك شئ ايضا يعني هنا حاجة بتعدي منه من طبقة البروتين الماء ما ممكن يكونه في الماء من الاثنين اكتر شيء لا أحتاجها الماء الماء بهذه الطريقة لأنا اقول الاخر وان الماء في الماء الآخر من الوقت ان نعرف ان الماء هتعدي من الاثنين هتعدي من الببد هتعدي كمان من الاثنين ليه؟ حتى هي صغيرة يتمثل بها 2 اول حاجة المنطلور صغير فعشان كده عادت من التشنل العادي وكمان اللي هي كيناتك النورجي بتاعها اللي هو بتعدي بصراح قوي فعشان كده بتختارك الاتنين ومتعدي بتعدي من طبقة اللبت ومتعدي من طبقة البروتين او التشنل دي تمام تمام يبقى كده نعرف المعلومة المعلومة دي نحول كده على جنب وكده هنقولها تاني دلوقتي تمام تمام نيجي بقى الجزء ده هي الدكتورة لاحقا احدها او لون اشترحوا في الدكتورة او لو كانوا شايلينها فحلس مش هتخصر وكده لو شلوها هيحيطها في حتة تانية احنا احنا ايه هنشرحها برضو احتجاطي ان شاء الله مش هتاخد معانا وعلا ايه هي طيب اوف التشنل انواع البوابات دي في بوابات عندي نعم البوابات للك التشنل ومتعدي وعلينا اتشاره هذا كلتا. ي blood strong هي مفتوحة هي دائما مفتوحة لهذا ما هو بادت لتونج هو بادت لضيج كم Suri دائما مفتوحة のは البأس بطاق نجيل نوع ثاني من الاتشانل هو الاتشانل الاتشانل دي بقى لا انا نقف هنا لانا مش دايبة مفتوحة انا لازم مفتح بشروط ايه هي شروطك؟ عندي شرطين وعدم عندي شرطين يبقى انا عندي نوعين من البوابات يعني الاتشانل دي هي ممكن تكون نوع وممكن تكون نوع ثاني نوع اسمه voltage generated channel ونوع ثاني اسمه legend generated channel يعني ايه voltage generated channel الاول؟ فلسج جيتشانل دي هي بوابة احنا قلنا لازم تفتح بشارط بفتح بالكهرباء بوابة بتفتح بالكهرباء بس ايه الكهرباء بتاع المنبرين نفسه؟ كهرباء المنبرين اللي هو مجب وسالب اللي هي اليونات تركيز الايونات اللي ما بيحصل اكشام وتنشانل اه انت عنده اكشام وتنشانل اللي هو لما يبقى مثلا برا مجب وجوه سالب وابتدي يحصل اختلال في التوازن ده اللي هو ما بين المجب والسالب على طول الخلية كلها ويحصل الاختلافات ديان هنا تبدأ البوابات تفتح تمام؟ تمام؟ يبقى الولتش جيتشانل هي بوابة بتفتح بالكهرباء يبقى بتعتمد على الايه؟ الاختلاف او الكوت الكهرباء اللي عليها لما بتختلف لما يبقى اكشام وتنشانل على طول المنبرين هو ده اللي بيفتح تمام؟ تمام؟ زي نوع اسمه ايه؟ اسمه فولتش جيت سوديوم تشانل او فولتش جيت بوتاتسيم تشانل تمام؟ تمام؟ طيب النوع التاني من الجيتشانل برضو اللي هو البوابة اللي عليها بوابة تتفتح بالكهرباء اذا اختك؟ هذا لا احسن، سوف فتح بالكهرباء انا بفتح بالمفتاح انت تجيب لهم كان تنشانل وتجيب لي احد يفتح ولكن اول ما يبقى مفتاح مناسب لي وعلى اسبح الاAPitt المنبرين هو هبقى م嗎 mikrofon المنبرين هو ابقى مالك هي مقفولة تظهر لها ريسبتور معين يوجد مفتاح لأنه هو مفتاح المفتاح المخصص مفتاح المخصص يوجد مفتاح المخصص سوف يجب المسينجر سواء كان كميكال هيرمون ملدة سوف يمسك في الريسبتور لأنه يفتح مفتاح سوف يقف على الريسبتور سوف يقف على الريسبتور وانت زي انا زي فتح بالمفتاح يعني ليس اي مفتاح لا مخصصص يكون نوع اسمه لينك انتجيت تشانل تمام فهو عبارة عن ايه هي بتفتح لكن كنتجة للا بايندنج الريسبتور هي بتفتح بس لما يمسك الريسبتور من امثالتها اسطال كولينجت انشانل اللي هو النهايات العصبية العضلية العصبية النهاية بين العضلة و عصب النهاية ديان هي ديان بيبقى موجود نوع البوابة دي تمام؟ تمام؟ تبقى احنا كده احنا كده قلنا ايه لحد الوقتي يلا نلخص كده خلينا في دي الاول قبل ما نجيب التاني خلينا في سميل ديفيوشن احنا قلنا نوع من انواع بس الترانسبورد يعني ايه هتفيد انه هو من من انواع بس الترانسبورد اللي هو ولا محتاج طاقة و اللي هو بيبشي مع التركيز يبقى اول هو مستو اللي بيميزه اللي بيميزه اللي هو ما بيحتاجش وتزود نيت كلم ما بيحتاجش شيال هو بينقل ايه؟ بينقل المواد المواد اللي بتضوف في الدهون و المواد ثانية اللي اسمه الوطر سلوبل المواد الصغيرة اللي هي بتضوف الماء تمام؟ تمام؟ ده هيحصل ازاي؟ باول حاجة اللي هي طبقة الدهون هتعدي اللي بيت سلوبل زي الاكسوجين والفاتي اسد والجلسرول وياريت الابزين اللي تحفظ عشان لو يسأل على مادة منهم يقولك هي بتتنقل فين؟ او هي نوع الترانسبورد فيها ايه؟ تمام؟ تمام؟ طيب تانية حاجة البروتين هيعدي ايه؟ هيعدي الوطر سلوبل زي ايه؟ زي السوديوم بوتاسيوم الحاجات دي تمام؟ تمام؟ طيب قلنا انواع البوابات وينجل ليكتشانيل بوابة مفتاحة وينجل هاتف البروتين يوجد نوعية وينجل بوابة فر الكهرباء غير الكهرباء الممبرين ونفتح لك عنائة وتحديث ناتيجة المفتاح المفتاح يجب أن يدخل في الكلوم معين ويجب أن يعيش في الكلام بالتالي المفتاح المفتاحي المفتاح المفتاحيur مع الريسيبتر الموجود على طول المنبئة نكون لنوع الثاني للباسف الترانسبورد حيث نحن ذكر سؤال الثلاثية الرسمية أنه لا يحتاج كرين يبقى الفسلاتيت هايحتاج كريم فاكرين السؤال الي سألناه هناك لما اجي هنا بتاع انت هيجي هنا ملكلون مثلا نجيب لون اعمار هيجي هنا سبستان سمعين هنسألك انت لبت سلوبل؟ هقللي لا انا مش لبت سلوبل خلاص ماشي انت وطر سلوبل؟ هقللي انا وطر سلوبل هتعدي؟ خلاصنا انا بقى معديينه من الاتشالين لا احنا قلنا ايه؟ انا ما قلت لك هنقول له انت وطر سلوبل ولا لا قلنا في سؤال كمان هنسأله انت كبير ولا صغير؟ لو صغير على عينيه راسي اعدي يظه لو كبير؟ لا لو كبير محطلي حد الشيلك انا مش عارف ادخلك لوحدك تمام؟ في منها الفكرة لو وطر سلوبل هسأله انت كبير؟ انا كبير؟ لا خلاص عندما انت كبير انا بحتاج حد الشيلك ها احسن ايه؟ ايه؟ اجيب لك من حد الشيلي دور، هيدور ويومو هيدور هيدور على كارير طيب هل اي كارير هيدوره؟ يعني انا اي كارير المعدة كده هاخده هاخده كده كل سابستانس معين له كارير معين كارير له هو ليه؟ عشان الكارير ده اصلا بيبقى عليه ريسبتور لابد أن يناسب السابستانسي لا ، لا ، لديه سابستانسي تجد انزيم مخصوص للسابستانسي لتعطيك كل سابستانس أو كل جزء ، ، ماذا اريد ان تجد كل مده لديها بطر سولوبل بس كبيرة خطوانا كبير فاستطيع أن تجد كارير لاء ، لكني تجد كارير لم تكن كارير مخصص هذا الكارير يجب أن يكون مناسب للبادة المعدي ويجب انزيم يفعلني لكي أعود على هذا الكارير نعتبر ان هذا الكارير وعليصة بالسنسي سيكون مثل الجلوكوز الملوكروز كبير هذا الكارير انا ادخل هناك الالتشانل سيكون اخبط عن الالتشانل انا اجبت معي الكارير وانتت معي وانت اقعد معه سيتعدى ازاي نحن نحن ملاحظين الى انتساحنة في بداية اللتشانل ونزلة بديئ انا هدخل ده ملاحظين ايه اللي حصل الديئ اللي كانت هنا دين ابتدت توسا توسع لي عشان تاخد الكارير يدخل فيها شفتوا بقى هنا لما جي هنا ابتدى يدخل شفتوا ده كان واسع هنا في البداية كان واسع ازاي؟ هنا ابتدى اضياء ويوسع ايه؟ يوسع اخره ليه؟ طول ما انا بدخل الكارير وبدخل الكارير بالسبستانس جوال كل ما هي بتوسع لي عشان تدخل يعني اكني بعدها بالعافية كده فاهمين؟ يبقى اهو مثلا انا كنت هول كانت واسعة من فوق اهي مثلا كانت واسعة من فوق ونازلة بديئة لما دخلت فيها حاجة هدخل فيها هنا حاجة كده مثلا في النص اهي ابتدت تديق من فوق وتوسع من تحت عشان ايه؟ الحاجة دي تعدي تفاهمين؟ يلا نقرأ يبقى الفستالاتي تدين اللي هو ايه؟ اللي هو معتمد على الكارير هو هي محتاجة كارير عشان يشيلها ايه هي الحاجة اللي محتاجة كارير عشان يشيلها؟ اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو تمام؟ تمام؟ يبقى انتو عارفين كده عشان ايه؟ نشيل التشوهات دي اللي هو اللي هو محمد مكيول زي ايه؟ زي جلوكوز و بعض الامين واسد او موظب الامين واسد تمام؟ تمام يبقى يبقى انتو عشان يشيل حاجة جلوكوز او مست امين واسد تمام؟ تمام؟ تمام يبقى يبقى انتو سيبقى سوف امسك الكاريير المعين في الموليكوري كل واحد مخصص كل واحد مخصص له سوف امسك الكاريير المعين في الموليكوري ثم سوف امسك الكاريير المعين سوف امسك الكاريير المعين السابق الكاريير المعين لما اجتها عدي في البروتين شانل لكن الكاريير قدر يعده لي مع الكاريير هو عند الكودرة اللي هو يعدي من الشانل اللي انا ما عديتش منه هذا قصده يعني بالموضوع نجي بقى نقرم ما بين الاثنين حسنا فمتقدم انhe بادي محتاجة كاريير لا محتاجة كاريير هنقول شوية معروبات عن الفاسلتاتي وبعدين هنقرم ما بينهم الاثنين في الاخر احنا فاسلتاتي دي قلنا ايه استعينا فیدي منه على الرسم انه لما قلتلكوا انه بيقى فيه كاريير كده وبيجي عليه الموليكورو بتاعي أو الحاجة الكبيرة اللي أنا عاملاها وبينسك فيه الريسبتور بتاعي قلتلكوا لو هو بيحتاج من برة انزيم معين صح ولا لأ صح احنا عارفين ان الفاسيلياتات ده عبارة قمنا من انواع إيه الباسف ترنسبورت وحنا كنا قلنا في أول التوتوريال خالص ان الباسف ترنسبورت اللي بيتأثر بإيه بالحرارة الحرارة بتزود عمله أو بتزوده ما رأيكم وقلنا الفاسيلياتات ده من انواع الباسف يبقى هو كده كده هيتأثر بإيه بالحرارة ما رأيكم اللي أنا زودت عليه حاجة كمان بتتأثر بالحرارة الانزيمات يعني هو أصلا كده كان الحرارة بس أنا زودت ان هو كمان بيحتاج انزيم والانزيمات احنا عارفين سنوية تقريبا انزيمات بتتأثر بالحرارة يعني حسسها أول درجات الحرارة فتخيلوا لنا زودت حسيثية على الحسيث بتاعته يبقى السنسيديفيت بتاعته عالية ولا مش عالية ده عالية وأحلى كمان من السيمبل يبقى احنا الأساس بتاعنا اللي اتنين سواء كان سيمبل ديفيوجن أو فسلتات ديفيوجن اللي اتنين سنسيديفيت الحرارة اللي اتنين لهم حسيثية بتاعته الحرارة الحرارة بتزودهم بس مين أعلى الفسلتات ليه أعلى عشان عشان هو أصلا عشان يتم محتاج انزيم يشتغل معايا أنا ما جبت كارير وجبت المينوكرا بتاعي احتاجت انزيم عشان يشتغل معايا تمام؟ احنا كنا عرفنا صفات جديدة هو في الفسلتات اللي هو 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 أعلى كتير هو اللي تتأثره عادي بس هو أعلى كمال لتأثر بالحرارة تمام؟ تمام طيب حقيقة كمان احنا هنشابه اللي هو مثلا احنا قلنا الجلوكوز مثلا محتاج كارير اي رأيكم لو انا عندي ايه تمام شفتوا لابة الكراسي عارفين لابة الكراسي اللي هو مثلا منجيب خمس كراسي بس كراسي وسلم تمام والموكروش و هم الموكلة سيقضر بالزبط و نحن نكوز نحن نكوز لنكوز كلنا البشر بكل ما يريد ي BMW بخير فهändة مثلا 50 و ar wyn 10 هنجني كلنا سنكوز كل واحد يوعد على كرسي بتاعه والباقي كله خلاص انا هاعد الاول وهينقيني لنا الاول بعدين لما افضى ابقى ارجع تاني انقلك انت فاهمين يبقى فيه تنفس ولا لا يبقى خاصية من الخاصات الفيسلاتيديت اللي هو عنده كومبيتاتيب انهيمشن عنده روح تنفسية عالية تمام تمام نفس الفكرة نفس ان احنا نسا في لعبة الكراسي انا قلت ان احنا عندنا عشرين واحد تمام وعندنا عشر كراسي هل العشر كراسي دول هيقضوا كم واحد هيقضوا عشر هل ينفع قضوا خمساشر اقول لك لا معلش ان نبيت اخر واقفض خمساشر لا كل كرسي لشخص واحد يبقى انا لما اتشبع عند حتة معينة خلاص انا كده ده اخري انا مش ااخد تاني يبقى انا اه اراح افضي اراح افضي بقى العشرة اللي معايدهم وارجع قوتكو تاني بس انا اخري ايه عشرة ما ينفعش لكتر من عشرة دي حاجة اسمها التشبع انا متشبع بالكمية دي مش هقدر اخوه التشبع تاني انا اخر بدول مش هقدر تاني عكس السمبل السمبل مالوش بتاع يعني احنا قلنا ان السمبل هيعدي بيعدي من هنا وممكن يعدي من هنا ويجي عادي اللي هو فيه رقم معين هل حاجة حجمه هل هو لازم ياخد كالية معنا عشان يعدي لا عايز تعدي يعدي تمام فاهميني فاهميني القصود ايه يبقى الكارير لكده عندنا تنات حاجات اه مخصصة اكتر لي ايه لالفاصلة اللي هو هو الاساس التي تقدر الي هو الاساس التي نتخنها عليها ايه يلو بسم الله الجدول ده دكتور اية الغابي كتير ونستانها ما نرسم ولازم نرسم الرسمة دي لا نقول الجدول الاول بعد ان نرجع للرسم تمام تمام نحن كده هنقرب ما بين وفلسطيتات الديفوجن نحن قلنا السمبل بين وكمان وكما احنا عرفنا خلاص الاتنين بمعنى واحد طب الفلسطيتات احنا قلنا الفلسطيتات بين بين وبين السمبل بيحتاج كاريير لا مش محتاج كاريير انما الفلسطيتات لا انا محتاج كاريير طب الفلسطيتات احنا قلنا في الاول خالص ان هو الكاريير اللي انا واقف مش هاخد اي كاريير كده معدي واقوله يلا عديني لا كل ملكيور هو كاريير معين يبقى يبقى مخصص كل الكاريير لا ملكيور معين بعض المواد المعينة هينقلها بس تمام تمام كل الاسئلة اللي هيجي لك تاني كل ما يقول لك هو ليه مفيش هنا ليه مفيش كاريير يبقى كلمة السر ليه مفيش كاريير يبقى كل ما يقول لك حاجة يبقى كل ما يقول لك حاجة مفيش كاريير تمام 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 فيه روح تنفسية كلهم يتخنقوا على نفس الكاريير كلهم عايزين يركبوا الاول كلهم عايزين نعود تمام تمام لا مفيش كومتصف طب ليه مفيش كاريير تمام تمام ساتوريشن الهون يتشبع فيه مكسيم المليمت معين هو ده اخري بعده مش هعمل حاجة تاني تمام تمام انما هنا مفيش ساتوريشن ليه مفيش كاريير اوه مفيش كاريير تمام تمام طب اكتر تلات مرات من السمبل ديفيجون العادي احنا قلنا كده كده الاتنين اللي هم لقب الحرارة عشان هم اصلا في الاصل ايه هم في الاصل باسف ترنسبورد اذا ما هم في الاصل باسف ترنسبورد خلاص بكده تمام باسف ترنسبورد يقول له علاقة بالحرارة صح او لا او طب الانمين اعلى ليه عشان الانزيم بتاعه تمام تمام كده يعتبر احنا ايه راجعنا على التوتوريا الكل تمام نجي بقى للرسمة دي عشان الدكتور قالت لو جات سؤال لازم ترسم الرسمة هنا بيقول لك التركيز المعين ماشي انا رايح لحد فين انا هقدر امشي لحد فين الفاسيليتات تبصوا عند حد معين وقف انا مش هقدر اشير اكتر من كده مش هقدر اعدي اكتر من كده الديفيجون العادي يبقى الفاسيليتات تبصوا لا ما بيعدهوش انما شفتوا السمبل ما بيعدهوش كل ما بزود الكنتريشن بيزيد معي كل ما بزود اللي انا النبق في الفاسيليتات تدلقه انا مهما زيد الكنتريشن عند المت معين انا مش هعديه يعني حتى لو انا بزود الكنتريشن اكتر اكتر مية الف مليون انا عندي المت معين ليه؟ عشان انا مربوط بكاريير معين انا هيفيد بايه؟ اللي انا عندي الكنتريشن بتاعي مليون بسرا بس انا الكاريير بتاعي مية انا هشلح لقدي الكاريير اللي معي مريش دعوة انت كاريير بتاعك ايه؟ اه صحيح انا هزيد انا هزيد بس الحد ما وصل لايه؟ للمية بتور الكاريير اللي بتاعي فهمنا دي؟ ربكم انا فهمنا انا خلاص فاضل حوالي سلايدين بكتير خالص اه تقريبا وهنا خلص تمام؟ تمام احنا قلنا ان فيه اسبيشل صيب كده اللي هو كان ايه؟ كان المية المية لها خاصية كده الوحدها اسمها الاسموزيس الخاصية الاسموزية دي بينقلبها المية تعالي نشرحها على الرسمة عشان تبقى سهل لنا ده المية اللي زرق ده المية تمام؟ والابياد ده ملح مثلا ملح انا مدوبة في ملح خلينا نركز في حاجة واحدة وهنعكسها في الاخر تمام؟ رجلسوا معي دلوقتي فين نسبة المية الاكبر دلوقتي؟ هنا هنسمي دي مثلا ايه؟ ودي بي ايه؟ فين نسبة المية الاكبر ايه ولا بي؟ ايه؟ ايه نسبتها ايه؟ اكبر اكبر من بي يبقى المية هتتنقل من فين لفين؟ هتتنقل من ايه؟ لبي؟ صح؟ صح؟ دي الخاصية الاسموزية تمام؟ تمام؟ هيجي يقولك ان الانتقال بيتم من بين لفين الاسموزية لفين الاسموزية لفين الاسموزية لا تسبت حاجة معينة في دماغك ويمشي عليها انا بنتنقل من الكبير لصح؟ احنا نسبتين من بداية ان الاسموزية من الكبير لصغير يبقى تركيز المية الاعلى لتركيز المية الاقل تمام؟ تمام؟ هذا الاسموزية بالميلة هتكون الاسموزية تركيز الاقل بس هلنقلها نفس الفكرة هنقلها من الملح الاعلى للملح الاقل فالملح الاقل ايه والمالح الاعلى لا لا استنى 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 عشان حسنا ايه لا بطكوا من اول تاني بصوا انا بنقل من المية الاعلى للمية الاقل دي فيها مشكلة لا ما فيش مشكلة وانا لو منكم اسبت الموضوع ده انا بنقل من المية اعلى للمية اقل بانيش دعوا بحاجة تاني هناك في التعريف عاملها ازاي مش احنا قلنا ان احنا مشين كده طيب نسبة الملح هنا اعلى ولا اقل اقل طيب نسبة الملح هنا اعلى يبقى هو عايز يقولك الانا بنقل من المية الاعلى للمية الاقل ومن الملح الاقل للملح الاعلى يبقى مية اعلى مية ووتر هاي ووتر تمام لي لو ووتر ونفس الفكرة من لو صولت اللي هو الملح لهاي صولت انا لو منكم اسبت حاجة واحدة بس لمشي تبع الملح لمشي تبع المية والاحسن تمشي تبع المية عشان دي لي مش هتلق بطط احنا ماشي من بداية اللي انا بقى مش من التركيز الاعلى للتركيز الاقل خلاص تمام يبقى انا تركيز الاعلى ميةüyorsunو مع است هو انا تمام للمية بتركيز اصداد الخطة اللي هي المية تمام تمام يبقى انا هنقلل المية منين من الارية اللي هي الملح اللي قال بس اعلى في المية الى المنطقة الاكتر في الملح بس الاقل في المية فهمنا؟ يبقى يكون فينا مربط كوش تمام قام بس احنا احنا نقيس البريجر اللي عنده بتوقف عمليه النقل دي يبقى احنا مش عارفين نقيس الاسموزيه دي مش عارفين نقيسها فحنعمل نقيس الضغط الى عنده هيقف الانتقال فهو هو سمه ايه؟ الضغط الاسموزي يقف العملية الاسموزية كلها الضغط الاسموزي يقف العملية الاسموزية هل العملية الاسموزية تعتمد على الوصف او عملي؟ السؤال الدكتور قالت هل مهم من السنة الجاية؟ هل تعتمد على العدد او الحجم؟ ها؟ هل تعتمد على العدد؟ كيف؟ هو لها تفسير كده بسوى تفسير ماذا يعني او اي حاجة خالص بس اعرفوا يعني ايه اللي عايز يعرفه يعرفه اللي مش عايز يعرفه عادي تمام؟ تمام احنا عارفين ان الاسموزية هي تحرك هيتحرك المياه من هنا الهنا دكتور حركة احنا عارفين اللي هي تساوي نص الكتلة نص الكتلة في مربع السرعة سوري في مربع السرعة صح ولا لا؟ فكل دي ضقت الحركة فحنا ممكن حد يقول ايه؟ تمام هي بتعتمد على اله اللي هو الحجم او الكتلة دي؟ لا ما بتعتمدش عارف لي؟ ليه؟ عشان كل ما الكتلة دي هتزيد كل ما سرعتها هتقل عشان تواكبها وكل ما الكتلة دي تقل كل ما سرعتها هتزيد فالنقصة او الزيادة هنا هي عادله النقصة او الزيادة في السرعة يبقى هي ملاش علاقة يبقى الصيز ملوش علاقة او ملوش دور في الحركة خالص يبقى هي هنعتمد على ايه؟ هتعتمد على النبر تعتمد على عدد الجزئات وليس حجمها تمام تمام يبقى اللي هو الاسموزية دي هي بتتنيل اصلا عن طريق مكانين اللي احنا قلناهم في الاول اللي هي اللي بيت بيلير ويهي البروتين تشانل بتعتمد على الاتنين ليه؟ ليه المية بتعتمد على الاتنين عشان قلنا ان هي حجمها صغير جدا ممكن تعدي من البروتين تشانل العادي وممكن تعدي براحتها وهي كالنتج انرجي اللي هي بتعدي لكنها رصاصة يعني اوها وصفها هنا راحت فيها هاي قبل لكنها رصاصة بالزبط بتجري 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 بتختارك الليبت بيلير بتختارك طبقة الدهون لكنها رصاصة على طول تمام تمام ادك لها هنا مثالين اول مثال لا نوع تاني ده نوع تاني خالص احنا ندخلنا على نوع تاني خالص الحاجة الاسبيسيفيك اللي هي الترشيح يعني ايه ترشيح؟ احنا بالرشح مية او بالرشح في لود عمتن يعني اهو الترشيح والترشيح ده اصلا بيجي في مكانين اتنين في البلات بيزلز او الوردة والشغلين والحاجات دية وكمان في النفرون بتاع الكيدني الوحيدة الوظيفية بتاعتها اللي هو النفرون والنفرون ده عبارة عن جرومولير المهم اللي احنا عندنا ان البلات بيزلزنين بترشح بترشح لفلود بتاعها بيخرج لبره عند رجل هدورسالك بريجر اللي هو الضغط بيبقى جوه جوه الوريد والشغلين طبعا اكتر من بره فبيروح مرشحين المية البره عشان كده هو ده اصلا هو ده سبب من ازباب اللي بيكون عندي المية اللي بيبقى متكونة ما بين الشرونيس والاوريده Mate اللي بيكون علي لدي هو الترشيح لمية من الشرنيس وا الوليده هو اللي بتكون المية الله تمام تمام الPro experion اللي أنا مش عايزة ويحصل تنقية و ترشيح يبدو فورتنية هو دفشن للفلول بسبب اختلاف الهيدروستيج برشح مياه اول حاجة المسالة في الارتيرير اند سيستميك اللي هي نهاية كل الشرايين نهاية الشرايين الضغط فيها بيبقى عالي فهو ساعتها انا قلت شرايين واوردة لا سوريا بشرايين واوردة هي نهاية الشرايين الارتيرير اند سيستميك اللي هي نهاية الشرايين وبداية الوريد النهاية الدخط عن ده بيبقى عالي عشان كده بترشع بتكوني انت لاستشعر فلاوت ثاني حاجة الفرتريشن اللي بيحصل في الجرمائر الكابيريري اللي بتبقى في الكدني اللي هي جرمائر فرتريشن ونحن راجعنا قبل كده فمش هنراجع تانيبه عشان كده الارتيرير تول خالص مننا نحن 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 نفس السؤالين المسيكيو كده هقل لك الترانسبورد الترانسبورد وفسبسانس دول اسسي اليكترية الالكريديان ده احنا قلنا دول او او وز او along ده برعا تعارف ايه؟ تمام الباسف الباسف ترانسبورد ايه؟ مفروض فيه هنا لو أطارة فكرة بروبرهال وز سيرفس اريا طيب هي تتناسب طرديا ولا عكسيا على السيرفرس إرية ها احنا قلناه كلما السيرفرس إرية بيبقى كبير كلما الباسف ترانسبورد بيكبر بقى دايركت true false الباسف ترانسبورد إذ انفرسابل بروش اللي هو تناسب عكسي مع اللي بتسولبل هو كان بيتناسب تناسب طردي ولا عكسي عكسي كان بيتناسب تناسب طردي اللي بتاعدي ايه false طيب وانا محتاج فيها كارير او محتاج فيها كارير خلو صحنا كده خلصنا الحمد لله حمد لله على السلامة اقدر الرطف ان شاء الله انكم نستفدتم ااا نختم بقى سبحانك ولو مرحبا حندك ان شاء الله انت سافريك اتوبكيك